مشروع المراقبة والإنذار المبكر من الفيضان لمنطقة العقبة يتضمن إحدى عشرة محطة لقياس الجريان السطحي للمياه إضافة إلى ثلاث محطات مناخية موزعة على امتداد حوض وادي اليت مواتت والأودية الساحلية للمراقبة ومهمته إطلاق إنذار مبكر حال وجود خطر لتشكل السيول لتفعيل خطط الطوارئ النظام بشكل رح يهيئ داتا بيز طويلة الأمد والأجهزة موزعة على كامل امتداد حوض وادي اليتم والأودية الساحلية رح تهيئ إشارة وإنذار مبكر لأول المستجبين من خطر الفيضان لأن الفيضانات المفاجئة التي تداهم منطقة الخاصة منطقة العقبة والبحر الميت والمناطق الجنوبية في بداية الموسم المطري ونهاية الموسم المطري نظام الإنذار المبكر يعمل على جمع المعلومات بالوقت الحقيقي ويقيس ارتفاع منسوب المياه بواسطة الأمواج الصوتية ويرسله بشكل فوري للمراقبين مشروع نظام الإنذار المبكر لخطر الفيضان المفاجئ يتضمن إعطاء تنبيه بفترة لا تقل عن ساعة زمنية قبيل وقوع حادثة الفيضان المفاجئ بهدف الوصول لمرحلة يتمكن من خلالها تقليل نسبة المخاطر والتهديدات والخسائر التي قد تنجم عن خطر الفيضان المفاجئ في منطقة اقتصادية هامة التحذيرات التي تصدر من النظام يتم نقلها إلى غرف العمليات عبر الاتصالات الراديوية والأقمار الصناعية الأمر الذي يتيح المجال أمام الجهات المعنية للتصرف أربع عشرة محطة مطرية يتم تركيبها ضمن مشروع المراقبة والإنذار المبكر جاءت كخطوة للتخفيف من مخاطر الفيضانات المفاجئة في المدينة بواسطة تحديد المواقع المحتملة تشكل السيول فيها صفا خوالد المملكة العقبة ترجمة نانسي قنقر